السلام عليكم طلب الطلبات صف الاول الاعداد انكمل مع بعض حل ملحق كتاب المعاصر صوحة سبعة وستين بيبدأ معي بالامتحان السابع طبعا الشباب زي ما احنا عارفين اي امتحان بيبدأ معي بسؤال اللي اسم سؤال نص الاستماع بيجيب لي قطعة صغيرة كده ويقولها لي في الامتحان القطع دي باسمحها كويس جدا لاني من خلالها انا اسمحها بديها شباب ببدأ احل واختار الاجابات اربع اسئلة اختياري يعني اربع نقط طيب اهم حاجة ان انا عارف السؤال كويس جدا على مهلي قبل ما اسمح قطع دي عشان اكون عارف انا محتاج ايه من القطع دي تمام السؤال دي طبعا عليها اربع درجات وبيكون محلول عندي في اخر الكتاب وانه محلول في اخر الكتاب هنبدأ مع بعض على طول نحل فيه السؤال التاني اللي هو سؤال ده لبسؤال المحادسة خلي بالك اهم حاجة ان اتعرى المحادسة كلها على مهلك واترجمها قبل ما تبدأ تحديث بحادثة بتاعتنا بدون ما بين نادية وعمر. نادية بتقول له لات ميك لانش. يعني يلا بينا نجهز الغداء. I think we have all the food. عندنا كل الاكل فجاهزين ان احنا نعمل آآ غداء يعني. فعمر قال لها there is some salad. يعني موجود آآ صلطة. is بدأت يسأل is there any hums? بيسألها يعني في اي حمص بقى عامدنا. فجوت عليه طبعا يا شباب is there بقبالها بno أو yes. فقيت له no there isn't. مفيش. but ولكن there not some olives. اكيد يا مستر عايز يقولي يوجد. يوجد لا هي يا شباب. there is او زير اهر. طيب انا عندي olives دي جامع. خرق اس. تبدي اخد ايه? تاخد ار لان الجامع عندي باستخدم معي يوجد للجامع. ليه there are. يبقى اول واحدة هنا تكون اهر. بعد كده عمر بيقول لي there are some papers and not. بيقول يعني فيه كمان فلفل وحاجة كمان. طبعا هبصوا في الاجابة تحت في المحادثة كلها تحت يا شباب مش هلاقي حاجة محددة. فهنا اقدر اكتب اي حاجة. اقدر اكتب اي حاجة ممكن تكون موجودة في المطبق. فهنا هنقول له مثلا في فلفل وطماطم يعني للسلطة. لدي قالت له good is there not cheese? بتسأله يعني هل يوجد اي جبنة? طبعا الشباب اتفقنا اني ما يكون عندي سؤال بستخدم كلمة any. اني هي اللي بتسخدم فيه السؤال او النفي. فهنا هتقول له is there any cheese? بعد كده عمر قالها yes there is. I have good it. تمام? بالنسبة لها what about fix? يعني فاقز اللي بتقول له ايه بقى التين موجود? قال لها are not any fix. بتنسأل يعني. كامل السؤالين. عايز تقول هالي يوجد? طبعا هالي يوجد يا شباب اللي هي are there. اتفقنا is there and are there. بقواب عليهم بyes or no. عندي في الاجابة comma وبعدين there aren't. يبقى عايزين yes or no. بص عندي في الاجابة. هلاقي كلمة يا شباب aren't منفية. طبعا منفية هستخدم معها نو. يبقى هنا الاجابة رفع خمسة هتكون كلمة no. there aren't any fix. بعد كده قال لها are there any reasons? قلت له yes. بسألها يعني في اس بي. بقلت له ايو. اللي بعد كده نكمل مع بعض بتبدأ معي بالسؤال التالت في المتحان. سؤال القطع. خلي بالك سؤال القطع ده سؤال مهم عليه ست درجات. بيجيب لي هنا القطعة صغيرة كده بقراها على مهلي وتركبها. واهم حاجة بتاخد وقتك وانت بتقرى القطع دي. لان هنا في السؤال القطع بيسألك عليها. تلات اسئلة بتجاوب عليهم من القطع وتلاتة اختيار بتجاوب عليهم برضو من القطع. يبقى هنا يا شباب هساب لك الفيديو دي واقفه لك. علشان تبدأ بتغير القطع على مهلك ولو في حاجة واقفت معك تبها ليه في التعليقات. طيب نشوف اللي السؤال اول مع بعض بقول لي what is the main idea? كلمة main idea يا شباب اللي هي الفكرة الرئيسية. بيسألك يعني ايه هي الفكرة الاساسية للقطع بتاعتنا. هرجع للقطع تاني كده يا شباب السطر الاول هلاقي بيتكلم عن بنت اسمها هايدي. وانها اورفن جيرل. هنا واحد هيكتب هايدي هقول له صح هيكتب انا اورفن جيرل. يعني بنت يتيمة هقول له صح. خلي بالك القطع دي احليك في الوحدة الاولى. وهي قطع مهمة جدا وجاي منها في الامتحان واحتمال تجي لك هي هي كده زي ما هي في الامتحان. السؤال التاني عندي بيقول لي هنا why was Heidi sad in the city? ليه هايدي كانت حزينة في المدينة? طبعا يا شباب هي كانت هتبقى حزينة لو راحت المدينة علشان خاطر هي مش هتلاقي ما عندها طبعا جدها. يبقى هنا ممكن نكتب له فيه السؤال التاني. اللي هو to be away from. اللي هي علشان هي هتبعد عن عن مين بقى يا شباب? اللي هو جدها. وطبعا بيتر صديقها. اللي هي الماعز اللي هيتعلقت بيهم يعني. معلش يا شباب احنا كتبنا الاجابة في الجزء التالت اللي هو السؤال التالت دي اجابة اللي انا بكتبها دي دلوقتي. اجابة السؤال التاني. السؤال اللي فوق. معلش السؤال ده هتكتب الاجابة دي في number two. ليه هايدي كانت حزينة انها هتروح المدينة. to be away from her grandfather. آآ وبيتر and goats. فمعلش هنكتب هنا على الجزئية اللي احنا حلناها دي. انا باكد تاني دي مش السؤال التالت. دي اجابة السؤال التاني. اللي موجود عندي دي يا شباب. اجابة السؤال ايه التاني. اللي هو. يبقى دي الاجابة number two. تمام? والاجابة بتاعت التالت بقى معلش هنكتبها في اه سؤال التاني. اجابة السؤال التالت عندي هنا بيقول لي. يعني بيسألني هنا بيقول لي. ايه يعني ماذا تعتقد? ماذا تعتقد عن حياة انت تعتقد ايه عن حياة هايدي معا ده. طبعا دي كانت حياة سعيدة. فالاجابة التالتة السؤال التالت هيكون اه يعني حياة سعيدة. يبقى معلش هابي لايف دي هنكتبها في number three. طيب بعد كده عندنا يا شباب اسئلة اختياري. السؤال على القطعة برضو. بحلم القطعة. هنا بقول لي ذا يعني الكلمة اللي هي كمتها دي بتعود على ايه? طبعا دي كان بتعود على يعني جد هايدي. السؤال بعد بقول لي هنا بس. طبعا القطعة يا شباب كانت بتتكلم عن اه عندي هنا شخصين بهاوله two males and two females. ولدين وابنتين يعني. ايه السؤال اللي بعده? the underlying word orphan كلمة orphan means someone who a? كلمة orphan دي يا شباب اللي هي كلمة يتيم معناها ايه? طبعا دي يا شباب ها في معناها no father or mother. يبقى نقول هاز no father or mother. بعد كده بيكون عندي سؤال choose. سؤال مهم جدا. عليه عشر درجات. السؤال ده عندي عشر نقط. السؤال خلي بالك عندي هنا علامة السلفان في الآخر يعني السؤال ده مستر سؤال. اتفاقنا في السؤال بنستخدم اني. اللي بعده يقول لي we be careful while crossing the road. خلي بالك هنا يعني بيقول لك احنا لازم نكون حذرين. يجب عندنا اللي هي كم تشد. يبقى we should. السؤال اللي بعده we does not swimming. طبعا شباب كم هنا بيجي معها go swimming. والفعل يجي في المصدر عشان عندي does. ده سؤال وعندي does. اتفاقنا do او does بيجي هرام الفعل فين في المصدر. يبقى هنا الاجابة هتكون go swimming. صفحة اللي بعد كده نكمل مع بعض السؤال اللي اول فيها بيقول لي حبيبة has a very not life. she goes to school and starts hard. هي بتروح المدرسة ودائما بتذكر بجد. يبقى اكيد حياتها مشغولة. حياة مشغولة يا شباب اللي هي حياة اللي هي بيزي لايف. يبقى هنا اقول له كلمة بيزي. لايف. سؤال اللي بعده بقول لي my friend has got a or an not because he cannot walk. يعني صديقي عنده ايه? علشان هو ما بيقدرش يمشي. طالما لا يستطيع المشي يا شباب يبقى عنده كرسي متحرك. اللي هو الكرسي بعجلات. اللي اسمه wheel chair. سؤال اللي بعده بقول لي you can boil water in a not. تقدر تغلي المية. طبعا الحاج اللي بتحط على البوداجاز وقدر اغلي فيها المية يا شباب اللي هي كلمة sauce band. السؤال اللي بعده بيقول لي a or an not is a simple message sent through the internet. خلي بالك رسالة بتبعتها من خلال الانترنت. طبعا ديها شباب اسمها رسالة البريد الالكتروني اللي هي بيكون اسمها email. يبقى عندي هنا طبقة email. السؤال اللي بعده بيقول لي علي نقضي. هنا بيقول لي يعني علي. آآ طبعا يا شباب عايز يقول لك بيقضي آآ وقت المساء بتاعه في قراءة القصص القصيرة. اللي هي spent. قضى وقت. السؤال اللي بعده بيقول لي in alexandria you can have a wonderful from your own window. خلي بالك تقدر شوف مناظر طبيعية من آآ شباك يعني وانت مسافر اسكندرية. طبعا الشباب هنا كلمة view. منظر طبيعي. السؤال اللي بعد بيقول لي last October we have a picnic in الازهر park. خلي بالك ده موضي بسيط. last دي موضي بسيط. عندي كلمة have مش في الموضي. انا عايزة موضي من have اللي هي كلمة had. يبقى اقول له الكتوبر اللي فات احنا قضينا اجازة كويسة في حديقة الازهر. السؤال بعده. have samir good appeared. خلي بالك سامير دي مفرد. طبعا مفرد الشباب ما استخدمش مع have لكن استخدم مع has. فهنا اقول له has samir good. السؤال بعده. I usually plays. ده دور عمس. خلي بالك هنا i d بتعامل معاملات الجمع. ما ينفعش يجمع اس لكن i هي جمع الفعل فيه في المصدر في الزمن المضارع البسيط. فهنا اقول له i play في المصدر. السؤال اللي بعده بقول لي علي is my best friend and her hobby is watching tv. يعني علي ده صاحب مفضل عايز يقول له هويته. هويته هو شباب تعيده على علي اللي هو ولد. فاش سهل معاه هير لكن سهل معاه his. فهنا اقول له كلمة his hobby is watching tv.